تعاون وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم تعاون متمر جدا وفي التالي كمان بيعود عن نفع بأننا بيبقى عندي طلبة أكثر وعي باللي بيحصل في البيئة وزي الحفاظ على البيئة يعني النقطة دي أهم نقطة في منظومة إدارة المخلفات جزء الوعي وجزء الثقافة لدى المواطن أنا هتكلم من مواطن بصفة عامة لو بدأنا بالناشر الصغير تدريب وأننا أوعيب منظومة إدارة المخلفات أنا هخلق منظومة أو هنشئ منظومة جيدة وسليمة لإدارة المخلفات وأوجه التعاون اللي بدأنا مع وزارة التربية والتعليم في موضوع المخلفات وموضوع التشجير هيبقى لنا كاس ومردود إن شاء الله جيد على البيئة مش فكرة وزارة التربية والتعليم بس إحنا بنتعاون مع كل الوزارات في كل أنواع المخلفات بنتعاون مع وزارة الزراعة في المخلفات الزراعية بنتعاون مع وزارة الترمية المحلية والمحافظات في المخلفات العرادية بنتعاون مع وزارة الصحة في المخلفات الطبية وأوجه الخطورة خاصة بها فكل الحاجة اللي احنا عايشين فيها في الحياة بيتولد عنها مخلفات في الآخر بتزوح مخلف لازم أفكر إزاي أدور المخلف ده إزاي يبقى قيمة اقتصادية لو حضرتك دخلت سوبر ماركت وجبت كذا حاجة من سوبر ماركت لو بصيت على كيس المخلفات داخل المنزل هتلاقي منه 30% من الحاجة اللي انت جاب هتلاقي علب الجبنة كنز علب الكنز علب اللبن طلبت أوردر النهاردة من أي مطعم شوفي الباكينج عامل إزاي زمان كان عامل إزاي ده فعلا 30% أو أكتر هتلاقي كرتون وحتلاقي ورق وحتلاقي ألمونيوم بتاع الكنز وحتلاقي بلاستيك شالمو هتلاقي مليون حاجة ده 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 الفكر اللي بدأنا عندنا دلوقتي احنا بدأنا وصلنا النسبة تدوير 30% المخلفات دي وعندنا استراتيجية خلال السنتين الجايين نوصل الـ 60% وده ده استراتيجية كويسة أن احنا وصلنا على أساسها احنا عندنا دلوقتي مصانع كرتون بتدور الكرتون عندنا مصانع بلاستيك بتدور بلاستيك وبتدور كل البلاستيك اللي موجود داخل مصري سواء البيئتي أزياز المية أو خلافه عندنا مصانع كرتون كتيرة بتدور الكرتون ما بتجيبش خامة من بره اللي على أساسها بستورد وبحب بطلق عملة صعبة لا أنا بعيد استخدام وبعيد تدوير المخلفات وبعيد تدوير المنتجات اللي موجودة في السوق بحيث أن أنا بوفر قيمة اقتصادية فالمخلفات دي هدف اقتصادي وفرنا قد إيه وهدف لوق صحي عندنا أحصائية وكده وفرنا قد إيه يعني احنا كنا بنستورد مثلا البي في سي اللي هو الكور الصغير اللي بتعمل بلاستيك دي نحضر لما جيبي الكنز وبتاعها بكده وفرت كنا بنجيبي الكرتون من بره نهارده لما بعيد تدويره الورق كذلك وفرنا هقول حضرتك حاجة يمكن الأرقام هتلاقيها بالضبط عند هاية التنمية الصناعية لكن أنا في نقطة مهمة جدا بدأت الشركات الكبيرة مش عايزة أقول أسماء الشركات بدأت تجنى وطعب معنا كوزارة بيئة هدفها إنها يتم عادة تدوير الخامة الخاصة بيها تاني عشان تتجنب استراض الخامة دي الخاصة بيها لسواء شركات إذا احنا وفرنا وعملنا كمان يعني شغلنا شباب وراضينا على البطالة ليه هدف سامي زي ما قلت لحضرتك اشتركوا في القناة